إلى ولاية تسجيدة ورغم إذن الإيجابيات الكبيرة للتكنولوجيا والرقمنة الحديثة فإن لها تأثيرات سلبية على الأطفال خاصة لها مخاطر نفسية وعضوية واجتماعية ما يستوجب إتخاذ جملة من الأجراءات والموضوع الذي تطرق إليه عديد الأساتذة والمختصنة من مختلف دول الوطن العربي على مخاطر البيئة الرقمية والحلول للخروج منها إذن كان ذلك في باتنا والتغطية كانت لسعيد حريك البيئة الرقمية تناولناه كثيرا هذه المرة من باب المخاطر مع أنه هناك نوع من التوازن فيه الجانب الإيجابي وهو جانب كبير جدا يجب أن نثمنه وأن نستغله أيضا ونستعمله فهو عماد هذه الحضارة الحديثة لكن الجانب السلبي وهو الذي يضر مجتمعنا ويضر أطفالنا فالأطفال الآن يعانون من إدمان هذه الوسيلة في الشكل السلبي أنا بشوف إذا ما كان فيه توجيه إذا صار فيه تقصير من إبالنا كأهل وكمدارس حيكون الولد أكيد عم بيروح لمخاطر أكثر يعني حيزيد الإدمان نسبة الإدمان حيزيد وبالنسبة إليه تربويا من خبرتي بالتعليم حيكون الولد عم يتأثر نفسيا أيضا إعادة النظر بمعنى هو استضمار هذه الوسائط الرقمية وهذه البيئة الرقمية لتكون خادمة ولا تكون عائق هذا هو التوجه العام لابد من الاهتمام بالأسرة توأية الأسرة للموضوع تكوينها في هذا المجال تحسيسها في هذه القضية بالمناشير بالتلفزيون بالوسائل الأعلام وإعداد أدلة كل ما هو تطبيقي واقعي عن البيئة الافتراضية اللي كنا عايشين وبكري وعودنا وليناله اليوم ما هو مجسد اليوم في نماذج المؤسسات والجمعيات وحتى الشركات الناشئة اللي تشتغل على البداء المجتمع